اشتركوا في القناة ازاي نحدد هدفنا ويبقى هدفنا يخصنا احنا ما يخصش ناس تانية ده شيء جميل جدا بس يبدو في بداية الامر دايما للشخص لما بيجي يحط اهداف ان الامر ده ممكن يكون سهل او متعرف عليه او اللي هو انا ما عنديش هدف واحد بحيتي موضوع ده يمكن من المواضيع المهمة جدا في حياة الواحد لانه هو طالما حدد لنفسه طريق او هدف او خطة قدام يمشي عليها يضمن تماما انه هو هيوصله في يوم اللي ايام لازم يبقى واغدين في بالنا ان الناس عيشة في المسرح بتاع الحياة ده لو هنقولها في شكل قصة مجرد ما بفتح حناية الصبح اصحى من النوم لغاية ما بنام بمر بثلاث حاجات بدايتها ان انا دايما وطبقا للخلايا اللي موجودة في مخ الواحد اللي هي بيسموها خلايا مرآتية احيانا بشوف ان الدنيا مثالية او المفروض الناس تبقى زي بالزبط في ردود افعلها هذا مش حقيقي او مش واقعي او مش على ارض الواقع كتير جدا بتلاقي الشخص نازل الصبح من البيت وهو متداي او 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 وتلاقيه بيتوقع من الشخص الاخر ان هو هيتحك في وشه لا اطلاقا الحياة ماش مثالية حتى بيقولك الحياة مش عادلة ودي تجيلنا للنقطة التانية المهمة جدا ان مفيش عدل في الدنيا بشكل كامل الحياة مش عادلة تماما كان مرة حضرتك او اي حد من السادة المشاهدين عندنا اللي بتفرجوا يمكن كان عندهم شغل كويس عملوا حياة كويسة جدا ومع ذلك ما حدش اقولهم شكرا بتحصل طبعا كتير بيحصل فتلاقي دايما ان الشخص بينتظر دايما الشكر على الفعل اللي هو اعمل وطب ان لم احصل على هذه القيمة او على هذا المعنى اشكر نفسي هو ده ده الصح فعلا المفروض اعمل لنفسي حاجة اسمها مكافأة ذاتي يعني يكون عندي كده حاجة بكافئ بيها نفسي كتير مننا بتلاقي ان هو ما بيعملش الحاجات اللي نفسه فيها لا مش وقته انا اخر حاجة افكر فيها انا بالعكس اعمل لنفسك دايما وعمل لنفسك دايما مكافأة ذاتية كل ما اوصل لهدف ما في حياتي ابتدي اشجع نفسي وحفز نفسي بالمكافأة الذاتية دي اللي هتخليني بعدين اعرف اوصل للهدف الاعلى منه نيجي لتالت نقطة كده في مصرح الحياة مجرد ما الواحد بيفتحانين لغاية ما بينام حاجة اسمها الصدمات جابوا برتوآن كده وابتدوا يعرضوها على الناس ويقولوا للناس التالي لو عصرنا هذه البرتوآن هيطلع من جواها ايه كانت صدود فعل الناس متفوتة بعض الناس قالت هيطلع من جواها عصير هيطلع من جواها برتوآن لغاية ما فيه حد من الناس قالوا اللي هيطلع منها هو اللي جواها اذا والمعنى والدرس المستفيد هنا ان انا دلوقتي عايز يطلع مني ايه في وقت الصدمات والوقت الضغط عايز يا ترى لما أعصر في هذه الدنيا والدنيا ما هيش عادلة زي ما قلنا ولا مثالية يعني أكيد هلاقي صدمات في الشغل فقدان أحد الأقارب أحد الأحبة حاجات كتير يا ترى في هذا التوقيت نفسي يطلع مني إيه فأغزي روحي وغزي عقلي وقلبي بالله أنا عايزه وأنا في الشغل لو أنا عندي مثلا ضغط جامد جدا وعايز يطلع مني في هذا التوقيت شغل مناسب وجميل وعلى القدر المناسب قوي أعمل إيه يبقى غزي نفسي بأن أنا أتعلم أكتر أعرف مهرات جديدة داخل شغلي طب في الحياة العامة عايز لو حد لا قدر الله فقد حد من الناس الأقارب يا ترى المفروض يبقى إيه اللي يطلع عايز أبقى سعيدها راجل راضي بقضاء الله وقضاء يبقى غزي روحي بالنواح الدينية وده بيقودنا الحتة الثانية اللي هيكوا تتكلمي عليها الحتة السلبية كنت تكلمتني قبل كده عن الأماكن السلبية والشخصيات السلبية فيه شخصيات سلبية في حياتنا كتير بتأثر علينا نبقى إحنا بوزيتف وإيجابيين ونزلين كويسين تلاقي حد سلبي فجأة اقتحمك بمكالمة تليفون اقتحمك بأي حاجة قلب موض اليوم خالص جدا دول إزاي نتجنبهم ده ده سؤال ممتاز كتير جدا بتلاقي فعلا بعض الناس بيبقى بيبتدوا محبطين أو بيبتدوا لا مش هيحصل مفيش فايدة أنت بتفكر إزاي ده آخر حاجة ممكن تتوقع هما ثلاث حاجات ثلاث حاجات يجب أن أنا وجيهم جدا عشان أعرف أحقق هدفي في هذه الحياة عشان أعرف أحقق هدف أنا حطيته قبل كده وعشان أعرف كمان الهدف ده يبقى مرقي بالنسبة لي ومتشاف كتير جدا كانوا بيقولوا لحضرتك اكتب هذا الهدف وعلقه عندك شوفوا كل يوم الصبح أول ما تصحى منه شايف هدفك مكتوب لو مش عايز تكتبه حطه في المحفظة عندك حطيه في شنطتك لو مش عايزة حط يشوفه حطه عندك في قطة المكتب حطه عندك جهنجوها الدوليب أهم حاجة يبقى الهدف مكتوب حطه على التلاجة آه في ناس بتعمل كده كتير كتير طيب كتبت هذا الهدف كانوا في الأول بيقولوا لحضرتك يمكن الدراسات اللي قبل كده بتقول إن أنا لازم أقول للناس على الهدف بتاعي عشان خاطر الناس تساعدني في تحقيقه حدش بيساعد حد دخوله حقيقي بالإضافة إلى كمان وده جرانا لحتة بتاعة الناس سلبين بالإضافة إلى آخر الأبحاث الحديثة قالت لحضرتك قالت إن أنا دلوقتي لو قلت للناس على هدف بتاعي بيعملوني على هذا الموقع اللي أنا عايزة أوصله وليكن أنا عايزة أبقى دكتور فهبتدي أقول للناس إن أنا عايزة أبقى دكتور فالناس في الريحة والجاية إزاك يا دكتور أعمل إيه هيبتدي أحصلي إشباع داخلي وعقلي وروحي من هذه الكلمة لدرجة إن أنا ممكن ما سعيش بالفعل إن أنا حقق اللي أنا عايزة فخلي هدفك لك أنت قول للناس بس ما تتفسروش قوي ما تدخلش في الدقائق بتاعته جدا ما تتعمقش فيه مش كل حاجة عن الواحد الناس تبقى عرفها لماذا؟ لأن في بعض الناس سلبين تلات حاجات زي ما كنت بقول لحضرتك يجب إن الواحد يخلي بينه وإنها كويس جدا أولا الناس السلبين كتير جدا بتلاقي عند حي في الشغل أو في البيت أو في الدراسة ممكن تلاقي دايما زميلك زميلتك ممكن يكونوا محبطين شوي بتشو فيه الصبح أول حاجة يعملها تلاقي يجيل حضرتك يبتدي اشتكيلك يعني اليوم اللي حصل له مبارح ويايا وحاجة كتيرة جدا طيب أعمل إيه؟ بعض الناس لما ببتدي أطرح معهم هذا الموضوع بقولوا لي طيب إحنا ممكن نشيل هذا الشخص من حياتنا خالص إطلاقا هو الأمر مش كتب طيب ما نحول إحنا نحول له الحياة إيجابية شوي أعمل إيه؟ أنا لازم يبقى عندي حاجة كده اسمها سلف دفنس أو اللي هو حاجة شخصية كده ليه ممنوع أن الحاجات دي تدخل للمشاعر السلبية أبقى بسمع بهدف أنا بسمع بهدف أن أنا يا إما أحلله هذا الموقف يا إما أكون جنبه فيه يا إما أديله نصيحة ما غير كده لو أنا سمعته ولبست المشاعر بتاعته دي هعود أنا هو على الجنب نعود نعايته مش هلاقي حد بعد كده ممكن يجي حللنا مشكلتنا نور على حد ثالث فدي أول حاجة الأشخاص السلبين أنا ما اقتنعش بكلامهم أولا ثانيا أنا حطت هدف في دماغي اللي لسه كنت أقول المكتوب ده اللي عايزة أوصل له قدام أفضل أسعى وراه وبمناسبة السعي دي قبل ما ندخل في النقطة التانية هو المشكلة أن تلاقي بعض الناس يقول له لحضرتك معناها حطيت الهدف ده في دماغي ومشيت وراه ومحصلش ما وصلتلوش لأ هي المشكلة مش في السعي مرة أعمل اللي عليك والزيادة يعني ما حطتش تايم فريم معين أو وقت معين أقول أنا لو ما وصلتش للهدف في السنة مثلا خلص أنا هعدل عن الهدف ده أكمل عليه كمان أكملتين أكملتين أعمل إيه هو بيحطوا فعلا وقت معين عشان ينفزوا فيه هذا الهدف طب افرد أنا ما وصلتش للهدف خلال هذه السنة وليكن مثلا 2019 أنا ما وصلتش فيه للهدف بتاعي 2020 لسه بديه طيب أبتدي أحط النفسي بقى أجدول بقية مراحل الهدف ده أنا وصلت فيه لـ 80% أكمل بقية العشرين في المية دي وأبتدي أحط لها تايم تاني أخلص فيه وفي الحتة دي لازم أخلي بالي كمان أن أنا بحدد وقتي بما يسمح لهذا الهدف أن ينفز يعني بحط وقت فعلا واقعي لي مننا كتير جدا بتلاقي أن احنا ما بنشتغلش إلا في آخر دقائق خالص ما بنعملش اللي احنا عايزينه إلا في آخر الوقت خالص وقولك أنا لما بتزلق فيه ناس كده ما بتزلق بيبتدي فعلا أن أنا أخلص الحتة بتاعتي لا هو الصح أن أنا أبتدي فيه من بدري حتى أنا ممكن أذكركم بحاجة كام مرة عملت حاجة وخلتها الآخر وقت خالص لأنها فيها تحدي مش هقول صعبة لأنك لو قلت صعبة مرة خرجت من لسانك بتبقى 25% بيوصلوا لعقلك أن الحاجة دي صعبة قولي صعبة أربع مرات وصلت لـ 100% أن الحاجة دي صعبة فبالتالي خلي كلمة صعبة دي نحاولها لتحدي لو أنا حطيت في دماغي أن التحدي ده جامد أو تقيل فخلته الآخر وقت خالص أعمله تيجي في الآخر وإنت شغالة فيه تلاقي أن الأمر كان سهل فابتدي أنتم ليه ما عملتوش من بدري وزنقت نفسي لهذا التوقيت فلا طبعا أبتدي أعمل لنفسي تايم تيبل أو جدول كده للوقت عندي أبتدي أظبط فيه أن أنا هعمل إيه في الوقت كذا طب ده ما أخلص في الوقت كذا أبتدي أن أنا عيد تاني جدولة بقية الهدف بتاعي حتى التانية بتاعت الناس السلبيين الأماكن السلبية أنا كنت مجهزة سؤال للأماكن السلبية جميل 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 الأماكن السلبية والذكريات السلبية ممتاز 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 والذكريات السلبية كمان مهمة جدا الأماكن السلبية تلاقي بعض الناس اللي عملوا حدثة ما بعد الشرع للجميع فيه طريق أنا مش هسوق تاني في الطريق بعض الناس لما بيبقى عندهم في مشاكل داخل الشغل عندهم في حتة معينة تلاقي الناس بتتكلم لأ أنا عراحل الشغل الصبح وأنا مش قادر مش عايز أدخل المكان ده لما بشوف الحيطان بالتايق المكان ليس له أي علاقة بالمشاعر والمشاكل اللي أنت عاشتها ولكن ده موجود فيه ده موجود في عقلي أنا بس محدش رسم على المكان ده حاجة بل بالعكس كمان احنا ما بيجنى حاجة زي كده يمكن بتجنى مشكلة من هذه المشكلات أو حالة من هذه الحالات لحد عمل حادثة في طريق معين بقوله لا لازم تنزل تسوق في نفس الطريقة عشان خاطر تكسر هذا الحاجز لو كسرت على هذا الحاجز اعرف تماما إنه فيش شيء تاني في الدنيا هيقف قدامك أو يخليك تتراجع أو يخليك تربط مشاعر سلبية بمكان سلبي وده يجرنا للنقطة التانية الجميلة جدا لذكريات السلبية كتير مننا بتلاقي حضرتك إننا وأنا قاعد محد وفي موقف ما بيتدعى بيجي للذاكرة كلام حصل قبل كده شبه الموقف ده وكان الموقف ده فيه خجل جامد جدا كان فيه مشكلة كبيرة جدا حصلت لي كان فيه ضغط نفسي وعصبي جامد جدا يمكن إحنا لو ركزنا شوية كده واسترجعنا ذكرياتنا لموقف زي ده هتلاقي إن حضرتك بتريتي يا إما أبتدي أعرق يا إما أبتدي أبلعري يا إما أبتدي أفكر يا إما أنزوي يا إما أبتدي أبرق وتنرفز ناس كتير أبتع فيه اختلافات المشاعر كتير طيب أنا عايز أقول حضرتك على حاجة الشخص الوحيد اللي يعرف ذكريات دي هو حضرتك أحضرتك بحدش تاني يعرف هذه الذكريات غيرك الأغرب في الأمر إنه محدش مهم عنده هذه الذكريات والأهم من كده كمان إن طبع النفس البشرية بيدي حجم للمشكلة أكبر من حجمها الطبيعة اللي موجود فعلا على أرض الواقعة فبالتالي ما تهولش من المشكلة اللي حصلت قبل كده وخلي دايما عندك قدام فيه تفاؤل وثقف ربنا إن اللي جاي أحسن على طول ودايما نرجع بالذكريات كده ورا كام مرة كنت في موقف ضاغط جدا وقد ظننت إن الموقف ده مش هيعدي وإن خلاص كده نا استحكمت حلقتها خلاص أفلت ومش معدية بعد النقطة دي ومرة واحدة سبحان الله تنفارج جدا وتلاقي الدنيا بايت أحسن بكتير وده كمان ما مش مجرد تحفيز لأن احنا يمكن نوصل لنقطة من النقطة إن التحفيز هو بيبقى في ساعتها الواحد بياخد عفوا عندي ياخد طاقة إيجابية جمده أو بياخد اللي هو كمية من الباور والإيجابية اللي ما فيش بعد كده ييجي بعدها بشوية مجرد ما يواجه الواقع يبتدي يحس لأ الواقع أكبر بكتير وأتقل من كده لأ هو مش تحفيز هو هدف أنا حاطت هدف قدامي عايز أوصله ما حدش هيقدر يمنعني من الوصول للهدف ده طالما أن الهدف ده هدف مشروع وهدف هيخليني أحسن واتنقل مرحلة تانية أحسن اسمح لي أقولك يعني مين يعني اللي هيوقف قدامك هل ربنا مش هساعدك إطلاقا بس قمت بالسعي بالسعي قدام عشان الخاطر عافوصل للهدف ده ده يمكن الحتة التانية اللي هي برضو المرتبطة بالحتة السلبية دي لما بيجي أصحى من النوم أو أجنيام أو أحسن أن أنا من جوا فيه خمول أو أو أبقى متضايق أو أن أنا أبقى كسلان أو مش عايزة ننفذ الهدف ده لأسباب كتير جدا قد يكون منها المزاج أه الحالة المزاجية دي بقى إزاي نعمل كنترول عليها ده جميل جدا هالمزاجية اللي فجأة الواحد دي بقى كويس وفأمنت الله وحلو وفجأة تلاقيه قلب أو افتكر حاجة دايقته أو أي من النوم حاسس أنه مش قادر يقوم أه نهاردة مختلف عن بيت الأيام بتحصل كتير يعني مثلا كتير مننا بتلاقي أن أنت لما بتصح من النوم أحيانا ببص في المراية كده النهاردة يوم وحش جدا هو كان فيه النهاردة وأبتدي يعني أحس أن أنا مكشر أنا النهاردة اليوم مش بتاعي خالص أنا النهاردة خارج عن المزاج بتاعي خالص أو تتموت زي ما بيقوله عندي فيه مشاكل النهاردة كتيرة وأبتدي أنزل الصبح من البيتي بهذا الوجه العابس قابل أول حد في طريقه أنا مش هتحك فبالتالي هو مش هتحك لي نقل لي برضو المشاعر السلبية الأكتر دي أبتدي أركب عربيتي أو أنزل أركب المواصلات أو أركب راح جمع راح شغلي راح أقابل أي حد أبتدي ماشي في هذا المود هل يا ترى تتوقع أن بالمقابل الناس ستبتدي تتحك معاك ويخرجوك من هذا المود؟ لا قل لا جميل طيب أحياناً تاني بصح من النوم وأنا في قمة ساعتي ومبسوط جداً وهو النهاردة إيه؟ أنا عندي إيه النهاردة؟ إيه اللي مفرحني قوي كده؟ إيه اللي مسؤول عن كده في مخ الإنسان؟ وبيقوله لحضرتك إذا عارف السبب؟ بطل العجب وبدأ ما إحنا نتكلم على السبب فمش هيبقى عندي بعد كده الحجة بتاعتها صح النهاردة مدي داي مش عارفة غير المود بتاعتها إيه السبب؟ مادة جميلة داخل المخ هي المسؤولة عن نقل الأشارات العصبية ما بين الخلايا العصبية داخل المخ حتى هم بيسموها أحياناً هرمون الساعة مادة اسمها الدوبامين ويمكن اللي تكلم عليها ناس معينين يمكن في العالم كله بيكلموا أن المادة دي بتؤثر تأثير مباشر كتاً على ساعتي بالأمر نرجع بالذكريات كده الورا أول ما الواحد بيقابل الإنسان اللي هيخطبها أو الراجل اللي هيتجاوزه اللي هتجاوزه تلاقي دايماً في الأول خالص بتيجي البنت لما تشوف خطبها تقول يا الولد ده جميل ده مش عارف شعره زيبوس لابس إيه بيتكلم إزاي حاجة جميلة جداً وأقعد أتكلم على المزايا وعددها جداً اللي عنده وعلى ناحية تانية تماماً تلاقي الراجل بيتكلم لو هي محجبة ده الحجاب بتاعها رأى لو شعرها اللي ده عمنا شعرها مش عارفت إزاي لو 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 هكذا وإحنا عاديين بناكل بتاكل حاجات صغيرة جداً مش بتزود حتى في الأكل يا جماعة دي هتوفر لي تماماً ده كله مسؤول عليه مادة الدوبامين وده يجيبني في الحتة العلمية بقى هل الفعل بيتبع المشاعر ولا المشاعر بتتبع الفعل لأ المشاعر بتتبع الفعل عايز أقول إيه بعد الثلاثة شهر بتوع الخطوبة دول أو الثلاثة شهر بيبتدي الواحد يتشل منه شوية الدوبامين كده لأن خلاص أنا تعودت على الفعل اللي أنا بعمله إن أنا بشوف الشخص الجديد ده طب سؤال معلش هو بيبتدي الشخص الدوبامين يروح ولا الشخص التاني هو اللي بتدي تصرفاته تتغير يأكل أكتر بقى هم اللي كنين اللي كنين دايما بيقوله حضرتك في الفترة بتاعت الخطوبة دي الواحد بيطلع أحسن معا وبالتالي كمان المادة بتاعت الدوبامين دي بتزيد جداً فبتخليني شايف أحسن حاجة في اللي قدامي فأنا معايا ملاك حتى تلاقي بعد الفترة ايه دا لأ احنا كنا عاديين بره بناكل بعد ما خلص الطبقة بتاعها هتاكل الطبقة بتاعي اه وتلاقي برضو على النقيد النحط التانية ده كان جاي النهار ده لابس ألوان مش متناصقة مع بعضيها بيتكلم في كلام مش مهم بالنسبة لي تماماً وخلص ففعلاً الدوبامين اللي بيفرزه المخ بيؤثر تأثير شديد جداً على الحالة المزاجية وده جورنال سؤال أزوده إزاي أو أعمل إيه طيب أنا صحيح بالنوم بالدالي دا مش بالأكل مش بالأكل إطلاقاً لو أنا فتحت الحتة دي أنا مش هفقف فيها لأنه بفعض الناس بيقول حقيقة الشوكولاتة ممكن تزود الكلام ده بعض الأكلات الحلوة بعض الحاجات اللي أنا ممكن أعملها تكون بتجيب لي بتجلب ليها سعادة في حتة تانية جميلة جداً يمكن أنا بقول له معظم الناس اللي يمكن بنتقابل مع بعض بقول لهم دايماً ابتدي اليوم بتاعك بيبتسامة يعني ما تدخل كده قدام المرهية وتوقف كده شوية وابتدي يبتسم في الابتسامة دي بيحصل حاجة ظريفة جداً بيزيد 14% من استيعابك للدنيا اللي حوليك كمان الدم بيبتدي يفرس أكتر لأن أنت بتحرك عضلاتك كتيرة فبالتالي الأكسوجين كمان الأكسوجين بيدخل لجسمك أكتر بتبقى أنت أكثر سعادة اضمن تماماً أن أنت لو تحكمت في بداية يومك هتتحكم في بقية حياتك كلها مش اليوم بس ده بيقول لحضرتك أن حتى تحكم في أفكاري نقول لك راقب أفكارك لأنها سوف تصبح كلمات في يوم من الآية وراقب كلماتك لأنها سوف تصبح طباع ما هذا طباع هتبع بعد كده كلامي طباع وراقب طباعك لأنها سوف تحدد شخصيتك وراقب شخصيتك لأنها سوف تحدد مستقبلك إذن كله جاي من الأفكار من المخ طيب أعمل إيه عشان خاطر أنا هتحك أه هتحك بس كده لأ هتحك وحط جوا دماغي أنا بعد ما بنزل للصبح أصحى من النوم ممكن دي فيها حتة كمان جميلة بعض الناس تلاقيها على طول عاملة منبّة بتاعها سرينة مطافي وتلاقيها صحية على صوت جرز عالي جدا لأ أرجوك يعني حط حاجة صحيك أه بس صوت بطيء أو خفيف طيب ده مش كده وبس كمان أنا بعد الصوت ده ما صحان ما تقومش مرة واحدة من على السرير بنقفله ونكمل نكمل نوم ودي ليها قصة كمان ممكن ده حكتلي قصة ممكن طبعا الحتة بتاعة القصة دي ده نعجلها بس الأهم ما تنطش من على السرير على طول بعض الأبحاث سألت لحضرتك إيه إن أنت الوقت اللي قومت من على السرير مرة واحدة أنا جسمي في حالة ركود مجرد بنقوم من على السرير الدم بتاعي ممكن يحصل جلطات أعمل إيه أومل أول بالراحة أقعد على السرير أقرأ الحاجات بتاعتي بتاعة الصبح أستعين بالله أنه النهاردة اليوم هيبقى كويس وأتوكل على الله وابتدي أقوم أبتدي أبتسم للدنيا وتذكر أن ربنا أداني يوم تاني وأقدر أعمل فيه حاجات أنا معملتهاش الفترة اللي فاتت أقدر أقول آه ده اللي جاي إن شاء الله أحسن آه ده أستعين بالله وإن شاء الله النهاردة اليوم هيبقى مختلف عن يوم اللي قابلية وأبتسم دكتور كريم أنا استأذنك تقول لنا نصيحة في الآخر أو حاجة عشي إحنا فضلنا دقيقة يا دلو كده نصيحة مهمة جدا أنا في عندي كده نصيحة متكونة من خمس حاجات أول حاجة دايماً اسعى خلف الهدف اللي انت عايز توصله دايماً خليك دايماً توصل لحاجة اللي انت عايزها مع العلم لا تمنع أحداً آخر إنه هو يسعى ناحية هدفه أعمل حاجة اللي انت عاستعملها ما تعملهاش بنفس الطريقة وتاني حاجة دايماً خليك آخر واحد يتكلم في الأعدى اللي انت قاعدها هتسمع كل الناس وفي نفس الوقت هتديهم احساس ان انت فهمتهم وهتقول كلام ملخص لكل ده وهتبقى داخل بأهداف جديدة وكان نلسم مندلة والزعيم وقائد معروف جداً سألوه إيه اللي خليك تبقى قائد وحكيم كده وتعرف توصل لأهدافك دي قال له أنا كان والدي زعيم قبيلة فكنت آخر واحد أسمعه واللي قابليها دايماً بيقول لحضرتك اعتني باللي جنبك على طول اعتنق كل مننا بالآخر بيوصل الواحد دايماً للهدف اللي هو عايزه وأخيراً مرسي جداً مرسي جداً أنا بشكرك جداً فقرة خلصت للأسر بس إن شاء الله لنا نلقاء تاني مع بعض ونعود وقتاً أكتر من كده شكراً الحلقة خلصت وبشكركم وشكوك الجمعة جاية إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة